أسعد الأوقاتكم أعزائي المشاهدين تراجع في درجات الحرارة متوقع خلال الأيام القادمة اليوم أيضا تراجع درجات الحرارة تراوحت ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية و 47 درجة مئوية في بعض المناطق تراجعت عما كانت عليه في الأيام السابقة وهذا بفعل الرياح الشمالية الغربية المتوقع أنها تنشط أكثر خلال الأيام القادمة تحديد امتداء من يوم الغد الرياح الليلة خفيفة إلى معتدلة تنشط بين الحين والآخر صراعتها ما بين 15 إلى 40 كم في الساعة تبدأ منكم تأجي لأي نشاط بحري اليوم مباشر وعقبة والحين تراجع سرعة الرياح لارتباط سرعة الرياح طبعا بارتفاع الأمواج ارتفاع الأمواج من المتوقع أن يصل إلى 6 و 7 قدم ابتداء من يوم الغد حاليا الأجواء صافية والرياح الشمالية إلى شمالية غربية 24 كم في الساعة كحد أقصى تصل إلى 40 كم في الساعة درجة الحرارة حاليا 40 درجة مئوية الرطوبة النسبية متراجعة بشكل منحوظ 15% وهذا بفعل رياح البوارح واستمرار الرياح الشمالية الغربية الجافة الرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 12 كم صور الأقمار الصناعية تبيننا السماء صافية خالية من السحب الوضعية هذه راح تستمر ويانا اليوم مباشر والعدة أيام وخلال فترة البوارح بوجه عام طبعا امتداد تأثير منخفض جوي هو المتسبب بهذه الوضعية ومتوقع أيضا أن يستمر ويانا لعدة أيام حتى نهاية اليوم الرياح الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط بين الحين والآخر درجات الحرارة تتراوح ما بين 30 إلى 34 درجة مئوية في أغلب المناطق باستثناء بعض المناطق الساحلية والجزر تتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 34 إلى 36 درجة مئوية البحر خفيفة لمعتدلة يعلو بين الحين والآخر ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 5 وقد يصل إلى 6 قدم وهذا راح يكون مزعج لحد داقة لذلك تمنى منكم تأجيل أي نشاط بعري حتى ساعات الصباح الأولى الرياح الشمالية الغربية مستمرة وارتفاعها بين الحين والآخر راح يكون موجود بفعل نشاط الرياح الشمالية الغربية راح يكون هناك فرص الغبار المثار خاصة المناطق الصحراوية والمكشوفة سرعة الرياح راح تتراوح تدريجيا ما بين 20 إلى 55 كيلو متر في الساعة ففرص تراجع الرؤية الأفقية راح تكون واردة لذلك نتمنى من أخوانا مرتادين الطرق السريعة خارج المدينة أخذ الحيطة والحذر نشاط الرياح الشمالية الغربية راح يكون ملحوظ أكثر خلال فترة الظهيرة وخلال فترة النهار لكن بعد ذلك تتراجع سرعة الرياح تدريجيا وهذا طبعا فترة البوارح وهذا المشهورة في رياح البوارح خلال هذه الفترة من السنة درجات الحرارة متراجعة تتراوح ما بين 40 إلى 44 درجة مئوية في أغلب المناطق تراجع منحوظ في درجات الحرارة عما كانت عليه في السابق في السابق كانت تتراوح ما بين 45 إلى 48 درجة مئوية وتصل إلى 49 وخمسين في بعض المناطق التراجع الملحوظ هذا في درجات الحرارة راح يستمر ويانا لعدة أيام بفعل استمرارية الرياح الشمالية الغربية ونشاطها بين الحين والآخر وأيضا الغبار المثار راح يساهم في تراجع درجات الحرارة سرعة الرياح راح تتراوح ما بين 20 إلى 55 والبحر راح يكون معتدل إلى عالي الموج ارتفاع الأموات يصل إلى 7 قدم مساء يوم الغد تتراجع سرعة الرياح تدريجيا والغبار المثار يترسب تدريجيا أجواء أكثر استقرارا لكن نشاط الرياح راح يظل موجود بين الحين والآخر سرعة الرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة بوجهنا تتراوح ما بين 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة وال40 كيلومتر في الساعة ودرجات الحرارة مستمرة ما بين 30 إلى 32 وال33 درجة مئوية والبحر أيضا ما نصح فيه لأنه راح يكون من 2 إلى 5 قدم وقد يصل إلى 6 قدم البحر من فترات الحمل أجواء نشاط بحري اليوم مباشر وعقبة لحين تراجع سرعة الرياح من أجل سلامتكم المد الأول بإذن الله راح يكون الساعة 51 دقيقة صباحا والمد الثاني ساعة 12 دقيقة الظهر والجزر الأول الساعة 7 دقيقة صباحا والجزر الثاني ساعة 8 و10 دقيقة مساء المواقع بإذن الله أذان الفئر راح يكون الساعة 13 دقيقة والشرق الساعة 44 والمغرب الساعة 56 دقيقة وعدد ساعات نهار باتشر بإذن الله راح يكون 14 ساعة أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة الرياح الشمالية الغربية رح تستمر ويانة خفيفة إلى معتدلة تنشط بين الحين والآخر تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر في الساعة على بعض المناطق فرص الغبار المثار رح تكون موجودة ويانة في فرص لتراجع الرؤية الأفقية أيضا خارج المدينة والبحر رح يكون خفيفة إلى معتدل يعلو بين الحين والآخر أجل أي نشاط بحري تراجع في درجات الحرارة ملحوظ رح يستمر ويانة لعدة أيام باتشر 44 العظمى وصغر 32 درجة مئوية والرياح الشمالية غربية من 25 كيلومتر في الساعة خلال فترة النهار وفي فرص الغبار المثار على المناطق الصحراوية والمكشوفة وقد تمتد هذه الفرص من الغبار على بعض المناطق السكنية تتراجع سرعة الرياح خلال مساء يوم الربعة لكنها تنشط مجددا في يوم الخميس وتعود فرص الغبار مجددا على بعض المناطق خلال فترة النهار سرعة الرياح ما بين 20 إلى 50 كيلومتر في الساعة رياح البوارح مستمر وإذن ارتفاع الأمواج سيكون من 3 إلى 6 و7 قدم أجل أي نشاط بحر يبتداء من يوم الغد الأربع وأيضا يوم الخميس أربعة واربعين عظمى في يوم الخميس والصغرى ثلاثين درجة مئوية نشاط الرياح بين الحين والآخر أيضا راح يكون موجود ويانا في يوم الجمعة لكن سرعة الرياح راح تتراجع شوي راح تكون من 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة وبحر راح يكون أيضا خفيف لما معتدل يعلو بين الحين والآخر من 2 إلى 5 وقد يصل إلى 6 قدم أيضا تأجيل أي نشاط بحري في يوم الجمعة من أجل سلامتكم أمر ضروري 45 العظمى والصغرى 31 درجة مئوية في يوم الجمعة بإذن الله سيكون أطول عدد ساعات نهار في الكويت 14 ساعة ودقيقتين في يوم الجمعة وهذه أطول عدد ساعات نهار خلال هذه الفترة من السنة وهذا أمر طبعا من ساعات التسخين عدد ساعات التسخين عدد ساعات النهار أمر لا علاقة في ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة وأحد أسباب ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة من السنة يوم السبب بذن الله الرياح خفيفين ومعتدلة تتراجع سرعتها تدريجيا وتكون تقريبا ما بين 15 إلى 38 كيلومتر في الساعة فرص الغبار تتراجع تدريجيا 44 عظمى والصغرة 30 درجة مئوية ما بعد ذلك ترتفع درجات الحرارة تصل إلى 46 ابتداء من يوم الأحد مع تراجع سرعة الرياح 46 عظمى والصغرة 30 درجة مئوية زي المشاهدين الرياح خفيفين ومعتدلة راح تنشط بين الحين والآخر جداء من الليلة وخلال الأيام القادمة فرص الغبار المثارة على المناطق الصحراوية والمكشوفة الرياح البوارح تنشط مجددا مع انخفاض مؤقت في درجات الحرارة خلال النهار نشط الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم ترجمة نانسي قنقر